فيه منشط حضرتك قلت فيه محمد صبحي سيء إقاعه بطيء جدا لو كان أعطى المسلسل جهدا أكثر لكان أفضل بالإضافة إلى أن السيناريو مفكك والأداء مسرحي وليس تلفزيوني فيه مسلسل فارس بلا جواد صحيح بسيء دي ما أقولش ممكن أكون قلتها لأننا لا يمكن أصف عمل فني بحب كلمة سيء ممكن أقول صبحي بزبط لك الجملة ممكن أقول الفنان الكبير محمد صبحي إقاعه بطيء جدا كل الجمل اللي بعد كده أنا أولتها وده رأي في مسلسل فارس بلا جواد وأعتز أنا بصداقة عظيمة جدا تجمعني بيني وبين الفنان الكبير محمد صبحي لكن ده كان رأي في مسلسل نور الشريف استنسخ نفسه في مسلسل عيش أيامك آه ده كان رأي في مسلسل بيحاول أنه يعمل كده ده أنا قلت قلت كده قلت ده رأي في مسلسل بتحسس أن المسلسل متشابه لكل أعمال أحسن نور الشريف زي بحساسة جهة صبحي المماثلين جمدين جدا فلما يمع له حاجة زي مرتاحة الكبيرة غلطته بتبقى كبيرة صح وده هو الموجهة نظري ممكن لكل ناس شافت تانية شافت المسلسل سوى عمل بعدها أعمال حلوة أوي نور الشريف دايما يعمل أعمال حلوة بس لما يعمل مطب كده ده يعني مجرد رأي يعني استنسخ نفسه أنه هو عمل دور متكرر شوية رئيس مجلس إدارة دار الهلال بقاله 24 سنة إبراهيم نافع كان رئيس مجلس إدارة الأهرام وأنا في الجامعة أكثر من 30 سنة بس ده حقيقي بس أنا ما أفتكرش يعني يمكن أكون قلته بس ده حقيقي وما قعدوا فترة طويلة جدا سنقر محمد أحمد كاتب كبير لما ساب برئاسة مجلس الإدارة هذا الهم السقيل يعني تقلق كاتب توهج وكان غرآن في رئيس مجلس الإدارة يعني يصعب عليك ليه 24 سنة وليه 25 سنة ليه يعودوا كده ليه ما نستفيد منهم ككتاب ويجي ناس تانية تقود المسألة يعني ممكن أكون قلته كده عاد الإمام الوحيد الذي قال لمحمود سعب فكر جيدا قبل أن تقبل على تقديم برنامج قالك حسيت أنك بترتعش شوية أمام الكامير قال لي بلاش أنا سألت كل أصدقائي وأنا أشرف أن عاد الإمام من الناس اللي ممكن أسأله الرأي في حاجة خاصة بي فقلت له عادل في كذا 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 قال لي وشفت أنا شفتك بتترعش كده فكر يا محمود ده خوفا عليا لما اشتغلت قيت مستني تليفون عادل هيكلمني ولا مش عاجب الشغل كلمني أعتقد يعني بعد نبيل حلفاء يمكن بيومين قال لي بص يا محمود أنا كنت قلت لك أن أنت كذا 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 البيت كله بيحبك جدا وأنا معجب بيك جدا تليفون تفرق معايا كتير جدا بقى لأن ده واحد كان رافض محبة تنفية يعني شايف أن أنا صحفي كويس فيش داع خش وافشل في حاجة تانية خليني زي منا لكن لما شافني وقال أن أنت كويس حسيت أن أنا فعلا ممكن أبقى كويس يعني كان تليفون مهم جدا من عادل الإمام الحقيقي أحدى النجمات الشابات اعتزلت فجأة مجرد الاستماع إلى حديث عن عذاب القبر كانت واحدة منه ممكن تسجلت معايا وقالتلك كلام ده ممكن عبير ممكن عبير صبر عبير صبر ممكن عبير صبر قالت لنا سمعت شريط حططف العربية أنا افتكرت لوقتي عبير سمعت شريط حططف العربية وهي رايحة المسرح كانت خوفوها الشيوخ بيخوفوا الناس من عذاب القبر يعني بدل ما تخوفونا من ربنا خلوا الناس تحب ربنا لأن الناس تخاف من اللي تحبه يعني أنا لو بحب حد زي شهيدة العشق الإلهي ربع العدوية قالت إن بحبك أحبك أحبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك يعني مسألة إنك تحب ربنا دي حتى فيها متعة طبعا وتلاقي نفسك بتصلي بشكل مختلف بتغير القرآن بشكل مختلف بتخوفونا ليه ليه بتخوفونا يعني ربنا يقدم دائما الرحمة قبل العذاب الرحمة قبل العذاب الرحمة قبل العذاب صح ويخفر الزنوب جميعا ويخفر الزنوب جميعا بس يعني بالراحة شوية يعني بالراحة عن الناس عشان حتى يبقوا يعني لو كنت فضل غريزة القلب فضل من حولك لسدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عمري خالد شخصية مثيرة للجدل فرض نفسه على الساحة كداعية صحيح صحيح ومثيرة للجدل ده ناس بتهجمه كتير جدا وناس بتأيده كتير جدا وفي جدل حوالي كبير جدا يعني أصبح إنسان يقدر لأنه يدعو الشباب إلى عمل شيء ما صحيح في الحياة لها دين طبعا يعني مش يصلوا ويصوموا طبعا لازم نستصلي ولازم نستصوم ولازم نستصوم لكن ليست هي زياد الدنيا وإلا كان ربنا ممكن يعمل الصلاة 18 ساعة ويعمل الصيام 19 ساعة لو ربنا عايزنا نصوموا بس ونصلي صحيح يعني لو ربنا عايزنا بس نصوم ونصلي كان ممكن يعمل ده لقد عمل خمس فروض ما بياخدوش ساعة في اليوم كلهم ساعة ونص لو بتصلي في الجامع صحيح كلهم ساعة ونص وبقيت الوقت نعمل فيه بقى نبني هذه الأمة يعني إحنا بقى بنصلي ولا بنبني ولا بنعمل